من جانبها أكدت الدكتورة جميلة سلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية الطبية على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم أول رسالة نجدد تأكيد على ضرورة استقاء المعلومات الطبية من الفريق الوطني الطبي والاعتماد على البيانات الصادرة من الفريق ومن الجهات الرسمية والابتعاد عن نشر الشائعات الرسالة الثانية يجب الاستمرار في أخذ التطعيم وطبعاً ذكرنا سابقاً أن نسبة اللي وصلنا إليها في مملكة البحرين جداً عالية وتعتبر مملكة البحرين من الدول أواءل الدول في الوصول إلى هذه النسبة على مستوى السكان فقد أثبتت الدراسات والبيانات الموجودة على مستوى مملكة البحرين أن هذه التطعيمات جميعها الموجودة في مملكة البحرين فعالة وآمنة في التقليل من الإصابة والحماية وحتى في حالة الإصابة تكون الأعراض أقل الرسالة الثالثة ندعو الجميع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة للجرعة المنشطة من التطعيم لمن تنطبق عليهم هذه الشروط فهي راح توفر إن شاء الله حماية أكثر مثل ما أتفضل أخي الدكتور منافل قحطاني الرسالة الرابعة بعد طبعا الدراسات التي أثبتت فعالية ومأمونية لقاح فايزر للأطفال من سن 12 إلى 17 سنة واعتمدتها مملكة البحرين لهذا السن فندعو أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم التي تتراوح أعمارهم من سن 12 إلى 17 عاما للمبادرة بأخذ التطعيم المضاد للفيروس حفاظا على صحتهم وسلامتهم الرسالة الخامسة ندعو الجميع وهذا كررناه طبعا سابقا الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أهمها هي معايير التباعد الاجتماعي الرسالة السادسة طبعا جدا جدا مهمة إحنا لما نقول أن نطبق التباعد الاجتماعي وما يكون فيه تجمعات العائلية بس لازم نركز حتى داخل الأسرة الواحدة لما يكون عندنا أحد كبير في السن أو مصاب بأحد الأمراض الكاملة اللي ممكن في حالة إصابته بالفيروس أنه يكون عنده تطور في المرض لا سمح الله يدخل إلى العناية المركزة يجب ناخذ الحذر حتى في داخل الأسرة الواحدة ترجمة نانسي قنقر